اليوم هو آخر يوم في الحملة الانتخابية أغدى يعني يوم 8 شوتنبير غادي يكون هو اليوم ديلة الصويت وبطبع يتحالف هاد اليوم الناس اللي غادي مشيوا يشاركوا في عملية الصويت غادي يحددوا الأشخاص اللي غادي يتكلفوا بالتدبير ديال الشأن العام ديال المغاربة سواء على الصعيد الوطني على مستوى مجلس النواب أو على صعيد مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات إذن بعد 24 ساعة غادي يكونوا الناس اللي غادي يصيروا الشأن ديالنا خلال 5 سنوات المقبلة وكذلك خلال 6 سنوات المقبلة محددين على المستوى الوطني كما قلتوا على المستوى الجهوي على المستوى الجماعات والمقاطعات في جميع الأحوال وكيف مكن حجم المشاركة في هذه الانتخابات غادي يكونوا هاد الناس اللي غادي يصيروا الشؤون ديالنا تحدوا ولذلك باش يكون القرار ديال الاختيار ديال المغاربة كلهم كل ما كانت المشاركة واسعة كل ما كان القرار ديال الاختيار هاد الناس بيدهم إذا شارك شارك سينتال وانتي كذلك وشارك نحن كلنا غادي يكون بإمكاننا نسد الطريق على هادوك اللي كي بغي يشريو ويبيعو في المغاربة وبطبيعة الحال خلال هاد 13 يوم ديال الحملة تابعنا كلنا إما عبر وسائل الإعلام إما عبر الحملات اللي كانت الشوارع وكانت في المدون وفي القرى تابعنا الحملة الانتخابية تابعنا الناس اللي مرشحين وكونا واحد الفكرة على هاد الحملة وعلى الأحزاب اللي مرشحها وعلى الأشخاص اللي مرشحين وعلى البرامج وبطبيعة الحال من اللي كانت تأملوا هاد الحملة كين تابعنا الناس اللي كي وزعوا الفلوس باش يشريوا الأصوات تابعنا الناس اللي نضموا زرود باش يستغلوا الحاجة والفاقة ديال المغاربة وبطبيعة الحال ديكلوا كي وزعوا الفلوس لكي وزعوا ميتين درهم باغين يخرجوها من المغاربة غدة بالآلاف المؤلفة وبالملايين باغين يخرجوها من الصحة ديالهم باغين يخرجوها من تعليم ديالهم وديالوليداتهم باغين يخرجوها من شغل ديالهم وباغين يخرجوها من السكان ديالهم ومن جميع الحقوق ديالهم لأنه كل مغربي ومغربية يجب أن يعرف بأنه اللي أعطاك مئتين درهم راح بغي يسرق منك المستقبل ديالك ولذلك ما خصنا نعطيه تشي فرصة لشي واحد يسرق المستقبل ديالنا شفتوا حمالات مختلفة غادي تكونوا تبعتوا حملة نقية حملة نظيفة حملة ما كتوسخش لا العقول ولا الشوارع الحملة اللي مرشحين فيها رجال ونساء مرشحين فيها شابات وشبان اللي هما منادلين منخارطين في مشروع سياسي بغي يولي المغرب يولي المغرب ديالنا مغرب يعني أحسن من هذا الوضع اللي فيه بغيين مغرب آخر اللي كيوفر الحقوق الجميع المغاربة الحقوق السياسية الحقوق الاقتصادية الحقوق الاجتماعية هذي المرشحين هم منخارطين في هذا المشروع السياسي اللي هو مشروع حاملة فيدرالية اليسار اللي الرمز ديالها هو الرسالة لذلك بالنسبة إلينا رسالتنا واضحة كيف مكنت الحملة ديالنا حملة واضحة وكيف مكنت الحملة ديالنا حملة نقية ونظيفة وكيف مال مشروع ديالنا واضح فرسالة وكيف تقدم واحد الجواب اللي هو معني بالمستقبل ديال المغاربة ولذلك أدعو إلى التصويت على المرشحين والمرشحات ديال فيدرالية اليسار وللرمز ديالها هو الرمز ديال الرسالة باش تكون عدنا بالإرادة ديالنا نقدره نصنعه مغرب آخر كي يضمن الحقوق جميع الحقوق المغاربة بدون تمييز ترجمة نانسي قنقر